اشتركوا في القناة السادة المشاهدين يحسوا ان فيه حاجة جديدة بتتقدم دايما وزي ما عودنا حضاركو ان الرمونتادة وهنا دايما ما بنخافش من حده دايما بنقول الحق ودايما بنناقش او بنناقش القضايا اللي بنطرحها على حضاركو من زوايا مختلفة ومن انجلز مختلفة ويمكن ده اللي خلى الحمد لله واكتر حاجة بتساعدني ان انا في وقت الاجازة اشوف ناس كتير من حضاركو من طبقات مختلفة عامل البنزينة والناس بتوع التول ستيشن الناس بتوع التحصيل في الطرق السريعة الناس في كل عتة على البحر في الساحل في كل عتة يا ميدو فين الرمونتادة رجع امتى ميدو وحشتنا ميدو الكلام ده اكبر وسام على صدري واكبر وسام على صدر كل فريق عمل الرمونتادة لان ده بالنسبة لنا هو النجاح الحقيقي ما فيش اي حاجة مقياس للنجاح الا اللي انت بتحسه من الناس في الشارع لما بيقابلوك وبيتكلموا معاك سيبكوا بقى من الترند والناس اللي بتدفع للترند والناس اللي فاكرة ان الترند هو العامل الاساسي او مقياس النجاح صدقوني والله اللي شغال اي شغلانة بيشوف رد الفاعل مع الناس الناس اللي بتقابلك في الشارع وبتسلم عليك كل يوم وبتقابلك كل يوم وانا بتدعي ان انا رجل شارع انا بحب الشارع بحب انزل اقعد على الهوي البلدي واقعد مع الجمهور واشوف رد الفاعل واشوف لو فيه حاجة عجباهم وفيه حاجة مضايقاهم ايه اللي ممكن ايه اللي ممكن نغيره ده طبع يعني من من الاساس لكن الشغل في الاعلام زي ما ايه شغلانة تانية ليها متعة فيها ضغوط وليها متعة وطبعا الاول عايزة هني حضراتك طبعا بمولد النبوي الشريف كل سنة وحضراتك وطيبين وكل الامة الاسلامية بخير واكيد كلكم جبتوا حلوة المولد والفلية والسمسمية والملبن وكل الحاجات اللي بتتخن الحقيقة احنا عندنا كل الحاجات اللي بنحتفل بيها بنحتفل بيها بأكل معين مولد النبي حلوة مولد النبي عشورة رمضان الاعياد عيد الكحك اللحمة هو ده طبعا المصريين لكن لايمكن تلاقي بلد في جمال مصر رغم ان احنا بننتقد ورغم ان احنا دايما عايزين بلدنا تبقى احسن بلد في الدنيا ده طبيعي لكن كلنا عارفين ان احنا دارشون ابدا عن البلد دي ابدا